كما لاحظت وانتهى في التعضو دي العمق انه جيتي وقت المكتب مجتمع وكيدرس نقاط ديالو ديال جدول العمل وفي الاجتماع ديالو عادي حول موادع اللي كتهم المستخدمين المنخلطين المؤسسة فيما يخص البرامج المستقبلية فيما يخص الحاصيلة ديال 6 أشهر ديال 2017 فيما يخص المخيمات بالنسبة للأطفال في ودعية إعقاء والأطفال ديال المستخدمين فيما يخص الاستيفاج ديال العائلات وهذا الشيء كيف يفند لك بأنه رائع للتعضو دياله معتقل أو حصل في حقه اعتقال كما يشع وكما يقال ورغم أن هناك تضارب ديال هاد الخبر كي يقول راه معتقل كي يقول راه مستدعي كي يقول جاتوا الشرطة القضائية الشرطة القادمية حتى تخلطت على الناس الأمور ماذا يجري في التعضو ديال العمام ماذا يجري في الاتحاد الإفريقي ماذا يجري للمسيرين ديال هاد التعضو دياله الأمور عادية ليس هناك أي شيء يدعي إلى الإزعاج أو الإنزعاج سواء أنه نحن اعتبرنا بأن هذه الشهادة غير صحيحة إلا أن هذه المسائل هذه وهذه الأخبار وهذه الإشاعات المغرضة والغير صحيحة وخالية من كل الوسائل التي تطلبها وطلبها العمل الصحفي كنظن بأنه كتخلق البلد داخل البلاد وداخل المؤسسة وده المنخرة أعتبر المكتب بأنه لا يمكن أن نتسهل مع هذه الأمور فتمت المناقشة مع المحاميين مع الخبراء والمستشارين ديالتعاض ودير العمام خول الإجراءات القانونية والقضائية التي يمكننا أن نخذه وهذه هي المساطير التي سنتبعها لكي ترجعوا بالكرامة لكل المؤسسات التي تقسوا في هذا الخبر الزائف وهذه الإشاعات المغرضة والموجهة لأنه لا يمكن أن نعتبر بأنه واحد الحاجة تمر عليها سنوات والقضاء قال كلمته في هذه المسائل هذه وأنه لا يعطي الحق لهذه الناس ويرجعوا من بعد ثلاث سنوات أو ربع سنوات لكي يعودوا واحد الخبر ويزيفوا فبالعكس راه هم هذوك الناس هم اللي كي يزوروا لباين عندهم شي حاجة يمشوا يجبدوه نحنا داخل الاتحاد الإفريقي وما وصلوا الاتحاد الإفريقي للتعاضد فهو مفخر لبلادنا الرجوع ديالنا القوي للاتحاد الإفريقي عن طريق صاحب الجلالة أعطنا قوة داخل الاتحاد الإفريقي للتعاضد استطعنا نديروا لقاءات عديدة دولية مهمة اللي الآن كنتمشي على الخطوات اللي بنها جلالة الملكة واللي غادي فيها بلادنا التعاضد ديال العماء بلا طرسها نحن نعتبروا بأن هذا الشيء هذا اللي كي يدار أساساً ولا كيتبعوه الناس في الصحفة وكيتبعوه عن طريق الإعلام في نوصلنا في النتائج ما يمكن الواحد اللي يكون يعتبر هذا الشيء غير حقداً وحسداً وبغداً والتشبت بالرجوع إلى العهد البائد ديال الفساد الحقيقي اللي كان داخل تعاضد ديال العماء نحن نقوله بأنه هاد الناس هادو مصخري هاد الناس هادو مدفوع الأجر إنه الواحد بيكي يكون خبر بحال هذا ما يمشيش تحرى بايش يعرف المصدر دياله ويعرف الحقيقة دياله نعتبره بأنه ماشي مهنية وبأنه كي يساعد على خلق البالة في البلاد على خلق البالة داخل داخل المؤسسة اللي إحنا كنشتغلوا فيها وكيشوه السمعة ديال بلادنا نعتبره إحنا يهد الاتحاد الإفريقي اللي هما عطاوا الرأسهم الوصاية باش يتكلموا عندي بسن مغالباء يعرفو والعالم بأن هدي راه منظمة غير جوفيرنومنتار إقليمية ماشي هدي تعاضو دياله عامة وطنية كي باش يعطي الحقو باش يتكلم عندي هاد الشكل هادا ويهجم هاد الشكل هادا ويتهم هاد الاتهامات هادا ويطر أي الحقوع أنه يعتقل في مخيلته الرأيز للتعاضو ديال غير سيمتغي اللي نهر الله ربع كامله هو في التعاضو ديال عامة نمرة ويا use plays models الاخيم 맛 ur الى يوم السباح ما نحنا في المجلس الاقتصادي وومين شرطناahan مجتمعين في المكتب كي باش هاد Superior يتصوروا ويتخيلوا ويمنطوا واحد الاخر واخدال الفبراكة دير واحد الفيلم لا اساس رو من الصحة اشنو الهدف دير هاتشي هذا؟ من وراء هاتشي هذا؟ اش بغين من هاتشي هذا؟ ومن اللي يخصون ما يجاوبوا عليها؟ وخصون ما يجاوبوا عليها امام القضاء وهاتشي اللي يكتبوه وكيقولوه وكيما كان قولوهم دائما كانت حداهم عشان نهما يقدر يجبدو حاجة وحدة تتبت صحة ما يقولون او ما يعتبرونه وسيتبتوا الوقت القريب مشي البعيد بانهم مسخرين لا اللي قاموا بي بفبركة الفيلم ولا بمن سوقوا الفيلم